أهلا وسهلا فيكم بحلقة مميزة وجديدة وبجنن وحلمة ودمها خفيف وفيها واحدة من أمهاتنا اللي بتطبخها تيك توك أكل للمغتربين اليوم ضيفتي رح تحضلكم أكلات على طريقتها للناس اللي بتحضرنا من بره لأنه كان يجيها تريفونات من أولادها ماما كيف نعملهاي ماما كيف نساويهاي فضيفتي اليوم أمينة ياسيني من الأولى أمينة آمينة أمينة 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 سبدت آمينة أمينة يعني عادي شو خفت دمك انت ما شربناها ماي ونشفنا ريئة والله نيشي خريقي إلي زعب أقول جيبوا ماي شو هاتفزونا جيبوا ماي جيبوا ماي خلصونا عمي أهلا وسهلا فيك اليوم نورتيني يعني أنا كثير سعيدة انو معاي انت بيبهار ورار هذا أولا وسعيدي إنه أنا كنت بحضر على تيك توك هيك أنا كثير بحب محتوى الطبخ فبحضر على تيك توك فلقيت كيف تطمخي ومعصبي على هالناس وقالنا نشوف شو قصتي مش دايماً بعصبي يعني هو التعليقات مرات بعلقوا تعليقات عيب ما بصير فبعصبي بتعصبي إيش؟ إيش بتردي؟ بسب مرات بقول لهم عيب ما بصير هذا الكلام عرفتوا كيف ليش؟ لأنه أنا قاعدة بتعب عشانكم موضوع التيك توك مش سهل أبداً طبعاً بديك تحضري كل شي من الصبح إذا عنديك خضار بديك تغسليها مظبوط بديك تقطعيها بديك تزبطي كل إشي بديك تصوري فيديوهات بديوين عملها منتاج يعني حميش إشي سهل مين بيمنتج لك السنين نغش منك مين بيمنتج لك؟ هايو ابني طارق بمنتج لك طارق قاعد معنا جاي من أميركا يمنتاج؟ أيوة وحنونة شو إن شاء الله جاي من الصين مش يهمو أنا؟ من أميركا هاي هاي أنا عارف لش حلفتم ربيتهم متعبت عليهم أنا عارف شو بنا نسوي ما هم مرات الأهل بيكونوا ثقيرين دم على الأولاد أنا ما حكيت حكيت إشي أنا اللي حكيت قلتشي علقتشي يا جماعة إشي أول شي أهلا وسهلا فيكي مرة تاني ببهار ونار بدي أحكينا كل حدا عم بيحضرنا اليوم الحلقه هي رح تكون كتير حلوة لأنه رح تطبخ لنا استتآمنة أكلات من تحت إديها طيبة وترثية وتقليدية إضافة أنه هي بتأخذ أو بتحب تهتم بالشباب المغتربين والصبايا المغتربين لساعدهم لتعملوا أكلاتكم بتفضع صفحتنا على عمان تيفي أوفيشل على الفيسبوك وعلى عمان تيفي كيتشين وعلى صفحة شي بإمتياز جتاوي بتعملوا شير 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 قد ما بتقدروا لحتى توصل وصفات استتآمنة لكل مكان وبحب أسمع رأيكم بحكياتها الحلوين أحلى إشي فيكي حكياتك هلأ الطبخات لسا ما دعنا هلأ من له بس حكياتك يا أختي حكياتك حلوين يا الله يحلى إيامي حبيبتي طيب ندأ أجل كتباشينا اليومي طبخات بنا نطبخ لكم طبخة الرجاقة هيك اسمها عنا في الأردن وفلسطين حلو في سوريا بسموها حراء بأصبع والتي تتكون من عدس بطبخوها بالتمر الهندي بس أنا لأنه موسم الرمان هلأ بعملها بالرمان الحامض حلو بعصير الرمان نعم حلو فكرة جديدة وحلوة بس هاي هي وطبعا نحط لها عجين وشغلات هلأ منطبقها مع بعض طب أحكي لنا بطريقتك هذول اللي بيروحوا هلأ علينا بقعدوا قلو لك أسماء غريبة عجيبة وبيطلعوا لها أصل وفصل وقرشي للأكلة شو هي عنا بفلسطين والأردن اسمها؟ رقاقة يعني رقائق عجين مع العدس هلأ في ناس كانوا يستخدموا الخبز لنا شف فيها غلط غلط؟ نعم هيك جناهم هيك على طول؟ أنا على طول على طول فش فيها إشي؟ بقول لك أنا إذا الإشي مش أصلي حتى في المواد اللي بستخدمها ما بطبقه طب أعترف لهم باعتراف أعترفي عالبا بتقول لي امتياز بدنا زيت زيتون فأحضر لقينا شوية زيتون هيك قلتنا عادي منغشهم بزيتش عبان انت حكاتي ليش؟ أحسن ما أنا أفضح الموضوع انك عارفتيني انت عارفتيني عطولة بالضبط خيات عشان انت يولا أنا أورجيكم لا أنا ما كنت اتغدل فيك يا بمشتعش فيها لا بحكيش نو أبدا؟ ما كنتي رح تحكيه؟ لا أبدا خلص يلا لا حكيت خلينا ناخد مقادير وصوتنا الأولى رح نحضر الحراء أصبعوا بطريقتها الستقام يلا لا حراء بأصبع رح نحتاج لعدس حب بصل زيت زيتون عجيني من دون خميرة وعصير رمان وملح وكزبرة وبس قبل أن نبدأ بصوتنا أرجع أذكركم تفوتوا على صفحتنا على عمان تي في اوفيشل على الفيسبوك وتشيروا هالحلقة الحلوة التي توصل لكل مكان هي صح فيها طبيخ ولكن فيها كلام اللي كتير حلو لا الستة آمنة وكمان بدي أرجع أذكركم أن يوم السبت هذا ان شاء الله رح ألاقيكم بفميليس باسكت فرع ضابوك رح يكون عندنا إفنت كتير حلو ورح يكون عندنا ما يقار 150 جائزة رح نوزيحها على الحضور وبيدي أولادكم يكونوا معاكم بها المهرجان اللطيف الخفيف ويوم الأحد بدي ألاقيكم بافتتاح الفرع الجديد لدواجن العز برضو بخلدة فرح أرزلكم كل التفاصيل على الفيسبوك وعا انستجرام برضو الساعة 6 ورح يكون مهرجان كتير كبير ورح تاكلوا أكلات كتير طيبة بهذا اليوم رح يكون إن شاء الله بافتتاح فرع العز الجديد في إسلام حمدان حلقة أكتر من رائعة كتير بحبها لخالتو خالتو اسم أم إيش؟ أم حسن أهلا وسهلا فيك محبينك كتير على تيك توك؟ محبوني كتير طب غروش لولاد؟ لا أبدا؟ نهائيا؟ لا أبدا ولا بيحسوا إن شهرة أخذتك منهم ولا شيء؟ لا أبدا طب يلا أحكي لنا طريقة وصفتك الأولى ومنحكي أنا وياكي كيف دخلت عالم تيك توك توك وإحنا عم نحضر للوصفين هلا إحنا ركبنا العدس مشاني ستوي عدس حب أخذنا يعني تقريبا وقية ونص هيك وقية ونص؟ نعم إحنا صراح حطي نص ما حطيناك نص كيلو؟ لا أكيد لا أنت ما رح تغشي أو ما رح تغشي؟ لا لا أنا ما حطيت كله حطيت جزء لأنه طنجرتكم شوية صغيرة أه كان لازم نجيب أكبر لازم نجيب أكبر لأنه إحنا نعمل على قد الطنجرة اللي عندنا حلو عصير الرمان طبعا هو بنطبخ بالتمر الهندي كمان بس الهدف من الحموضة حلو تمر الهندي حامد وعصير الرمان حامد طب كنا نحكي إحنا موسم الرمان أنا حبيت كتير الصراحة صدقا هي أول مرة بعرف أنه في ناس تستخدم اللي هو عصير الرمان بدل التمر الهندي أنا بجيب الرمان وبعصره أه وبستخدمه نعم وبعطي لي نفس النكهة ونفس النتيجة أسكى حطيب من التمر الهندي رح أدوقها اليوم من تحت إيديك إن شاء الله تعجبك طب خالته أنت كيف بلشتيا على تيك توك؟ والله يا خالته أنا يعني فكرة يعني من أولادي عرفتي قال إحنا منظلنا نسألكم مرات أنا بكونش فاضي يا ماما كيف هاي كيف هاي بعدين قال يا أنا فكرت يعني في زي أولادي كتير ناس يعني بحبوا أنه يتعلموا بحبوا كده فبلشنا الصفحة أيام الحظر يمكن تعرف الناس محبوسين في البيت كنا نصور فيديوهات بتضحك أنا والأولاد أنا طبيعتي أحب أمزح كثير مع أولادي بس ما ننزل على تيك توك يعني إلنا فمن أيامها والله وبلشتي طب من الأول وحب أولادك أقنعك أنه أعملي تيك توك؟ بناتي بناتي بنتي بتشتغل أستاذة جامعية بالسعودية ما شاء الله الله خليك ياها فهي قالت لي ماما أنا أحب أنك تعملي صفحة حلو كنت أنت متوقع هاي الشهرة كنت متوقع له ناس تحبك تحب أكلاتك يعني اسم الله قريب المليون عندها على تيك توك استتقامني فكنت متوقع يقول هادولا يسيروا معاك نعم حلو طب وانتي ماشي بالشارع الناس بتوقفت تقول لك آه أم حسان كيف حالك شوفنا وصفته يعني مرات مرات بتنبسطي؟ أنا صرت ألبس كمامي دائما مشان الناس ما يعرفوني أوه هذا الفيلم اللي أنا بعمله أياما طيب بدي أقول كل حدا بيحضرنا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تيفي أوفيشل أو على عمان تيفي كوتشن أنا كتير بكون مبسوطة بإيش تبعتون لنا تعليقات وكتير بكون مبسوطة لما أشوفكم قدي بتحبوا الحلقات وعم بتشيروها إسلام حمدان عم بتقول أكلها بيشهي لو صحي اللي أطلع من الشاشة وأكل من أكلاتها تحتها ليدين البركة وهي هاي صدقت فيها عندما بظل أقول أكل أمهاتنا مربوط بحناننا ومحبتنا لأمهاتنا قد ما تاكل أكل أكل أطيب من أكل والدتك صحيح وأولادك مش رح يأكله أطيب من أكلك فهو مربوط بهذا الحقيقي عندك تهاني عم بتقول ما ألزها وما ألز كلامها وما أجملها عايشة عم بتسلم عليك وعم بتقول لك عايشة عادل بتقول لك أنا خليلك أولادك كمان يا ربي خولة عم بتسلم عليك وبتقول لك أحلى وردة ليان عم بتقول أكل خالته بشهية ليان أحمد بتعرف فيها؟ ليان والله أنا كثير عندي متابعين يعني لو بكون لايف بشوف الصورة عرفتي بعرفهم من الصور مرات طب مين نضال صبيح؟ نضال صبيح ما بعرفه لا خالد صبيح هو الكاتب نضال اسمه؟ لا خالد صبيح صديقي بسلم عليك جميعا طيب احكي لنا عن العجينة اللي أنت عملتها لرقاء أنا بحب أسميها رقاء لأنه الحراء أصبعه شوية بتختلف عن اللي هي اللي أنت بحضرتها ها العجينة هاي عجينة بدون خميرة أنا عجينها بماي بس مي وطحين؟ وطحين وشوية ملح هيها بعدين كيف فردتها هيكا؟ نفردها بالطحين ومنلفها وبعدين نقطعها بالسكين شايفين طب كيف ما لزقت ببعضها لما حططيها بالصحين؟ لأنه فيه طحين خالته فيه طحين حطتي كمية وفيرة طمام وبعدين؟ وبعدين أخذنا من نفس العجينة قطعنا هالدوائر مشان نزين فيها الطبق مأحلاهم حلويا لو عندك كمان إشي أصغر بطلع أحلى مأحلاهم كتير ومأرمشين على فكرة مثل الخبز هلفي ناس بتحب تضيف خبز صح؟ نعم طبعا طيب محضرت لنا كمان وصفتين لذيذين اليوم غير الرقاءة أو الحراء أصبعه ايش هنة؟ محضرت لكم جاج بالمقلاة هذا على طريقتي أنا فقط ما حدا أخذ هذا الجاج أنا بسويه من زمان لما تكونوا مستعجلين مثلا بديك أنت موظفي مثلا بديك تروح تطبخي بسرعة بتسويه في القلاة بيطلع معاك مستوي ومتحمر بدال ما تسلقي وتغلبي حالك أنا عارف على طول رح نجيل بنحب الصعوبة الحياة سهلة طب أحكي لك شغلية الطبخ هلا بزمننا هذا بيختلف عن الطبخ بزمنكم؟ لا بتحسي أن الحياة قبل كانت أسهل الوصفات كانت أسهل طبخاتها؟ بالعكس كانت أصعب كانت أصعب نعم ايش عملتي هلا؟ هلا بدنا نضيف عصير الرمان على العدس تمام خليه يغلي مع بعض هلا لازم يكون مستوي العدس عندي تماما؟ لا يعني وسط هلا بستوه مع بعضه هلا بستوه مع بعضه ما منضيفه بعد ما نضيف العجينة؟ ايش هو لا 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 أبداً طب انتي من وين أخذت بدايتك بعمرك الصغير؟ من وين أخذت تعلمك للطبخ أو محبتك للطبخ؟ من الحياة أنا تجوزت صغيري خالته 17 سنة آه ما شاء الله وكنت أصغر واحدة عندي أمي ومع عمري سألت شيء يعني أيوة آه يعني كنت مدلل كثير تمام فتجوزت صغيري وصار عندي أولاد تمام فبدي أضطر أطبخ للأولاد طب ما أخذت مثلا من والدتك من حماتك؟ من حماتي ووالدتي تعلمت كثير أول وصف تتذكريها وأنتي بهذا العمر الصغير شو كانت؟ أول وصفة عملتها؟ أول وصفة لو تسأليني شو طبخت مبارح بقولك بعرفش لأنني قد ما بطبخ خالته ما بتذكرش يعني هالقصص خلاص راحت القصة آه بدي معلقة هذا فيه أحلى معلقة لعيونك أحلى معلقة شكراً وهي معلقة طب إيش حبوا الناس فيك يا عتوكتوك؟ هلأ كلياتنا بنطبخ بس كل واحد بحب شي بالناس اللي بيحضر وأنتي بتحسي آه فضلي أولي لي حبوا فيي إنه المطبخ الحقيقي زي ما قلتلك بطبخ كأنني بطبخ يعني عادي بدون ما تكون حدا شايف آه عرفت كيف؟ 100% هلأ إيش عملتي؟ بدنا نحمس البصل هاي شوي خليها هيك تصير على ذهبي تمام ونضيفها هون طيب هلا بداي أسألك هلا بنضيفها هون بس ما رح تحمسيها مع الكزبرة أو مع التوم لحالة؟ الكزبرة غير الكزبرة والتوم لحالة كل يا كل إشي لحال أيوا طيب طب وطلعنا على تيك توك وبلشت الناس تحضرنا وبلشنا لنشهر وبلشنا لنعرف أيوا أدي حمسك الموضوع أدي خلى على عاطق هيك مسؤولية أكتر أنه أنا كل يوم بدي أطبخ كل يوم بدي أنزل فوصفي كل يوم لازم أصور أيوا أنا هيك طبيعة حياتي قبل التيك توك آه فما تغير عليه إشي أدي اسم الله عندك والد وبناتي؟ أربعة الله يخلي لك ياهم وكلهم بيجوا بياكلوا عندك؟ لا لا بناتي مسافرين أصلا طبع أكيد بحضروك وحسن متزوج بدي أحييهم حنوني حبيبتي قالت لي اسمعي بتقولي إني أنا شاطرة كثير وجوزي بحب أكلي كثير وكذا قلت لي يعني أكذب عن ناس أنا كل يوم بقول بتعرفيش نطبخ لا إنتي ولا أختيك حنوني شاطرة في الطبيخ وجوزها بموت على أكلها قالت تقولي هيك جوزها عين وما تشوف أكلها عن جد بتحكي؟ تعرفيش نطبخ طب ما تعلموا منك ما أخدوا منك شيء؟ لا 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 أبدا؟ أحكي لك مثل حاطيه في رازك يلا المرأة النشيطة تعلم أبنائها على الكسل ليش؟ ليش؟ لأنه هي بتحب تسوي لهم كل شيء آه ما بدأت تعبهم طب بس ما هني صار عندهم عيلة وراحوا عبلة تانية وما بقدروا يأكلوا من أكلك كل الوقت يأكلوا وإن وإن ما بدهمش عملوا منك الله العظيم بس يجوا عندي منقصرش معهم بس ما يروح أبيوت هم ما دخلني بجيبوا لهم جيزانهم أكل جاهز حنان عندها حماتها بتكون بنت خالتها صحبة مع بعض حماتها بتطبخ؟ نعم كل يوم بنادوها عازمينها تروح عندهم كيفة مبسوطة طب شكرهم مش من زواء مو من زمان متزوجين من الصباح حنان الهسنة الله يخلينيك إن شاء الله يا ربي جيزة تتدهر ونجوزك أكيد بيحب عكلك نعم ما تطبخ ببهتني يا خالته قلتلي إصحك أحكي إش وتقولي لا أنت تمشي زي ما موشي والله يا خالته عمبي رحبوا فيك إم أحمد عقل عم بتقول عملت الملوخية في دليل إش هاي الملوخية في دليل بعرفش يمكن عندها غلط في الطباعة شو طريقتك للملوخية هكذا مبارح سويتها على اللايف فممكن عشان هيك بحضروا موجودة على صفحتي يعني مبارح سويت عندك طريقة مميزة للملوخية أنا بحط لازم تكون اللحمة عندي يعني تطلع الشوربة عندك ثك أوك ثقيرة وبرتبة طيب أه بقى أسويها يعني عادي زي كل الستات طيب اشرحي لي بالله صبايا اليوم بالطبيخ هيك بأسلوبك أشوف بالله شو رأيك بصبايا بالطباخ بقى فيهم أنا يعني أحكي لك شو بتسوي الوحدي في يوم تطبخ لها نص جاجة بتسلقها تيجي تطبخ على المية تاعتها طبيخي أه شو بدي طلع شو بدي طلع شو بدي طلع انتي قوليلي شو بدها تعمل أكل بلا نكهة بلا نكهة على وسطة الجدودة بتروح تجيب مرق الدجاج وبتضيفه صح هذا الاشي كمان مش كل يوم ينحط على الأكل غلط طيب يعني بتبهدلني خالت وبأسلمي لا 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 بالعكس انتي ستلي معدلات والله يا حبيبتي تسلمي أنا كثير أسلوبك بيعجيبني في الطبيخ يا حبيبتي تسلمي تسلمي يعني انتي ما شاء الله عني شافي أنا بحب أكون نفس الستات الكبار والله العظيم يعني بحاول أضل محافظة قد ما بقدر على الاشي زي ما تعلمته وبعدين اسمعي ما تلقي جيت يعملتي اشي والله العظيم إلي طال بساعة شربة مي ما جبتيها عجبكم هيك على الهواء يصير فيه عندي سكر يا منها مين بدي ماي يلا جبوا هاي الماي جنبك هاي ماي هاي احنا ماي صح هاي الماي الماي هاي ماي تلما هاي لإلك هيكا هاي على قد كاسة فيش كاسة يعني لا في كاسة يلا جبوا كاسة هلا اسمو على اسمو اي اشي اي اشي هلا اي اشي خالته آمنة بتحكيه عني اليوم اتجاوزوا خلص اه جاوزوا اليوم يسترونا معها غجب غجب طيب انتي هلا بس حطيتي العدس والرمان وعم بتقلي البصل نعم بسين الروح فاصل صغير بيكون بصلاتك خلصوا وبنبلش بالوصفة الثانية بعد هالفاصل الأصير بس لا تنسوا تفوتوا على صفحتنا عن عمان تيفي اوفيشل شايروني هالحلقة الحلوة اللي دمها كثير خفيف بس انا بدي افطر احط الرمان كله يلا حطي الرمانات كله عشان يطلع حامض وزاك يلا اوكي حطي وبعد الفاصل منكمل وصفة الدجاج اللي ما حد بعملها غير خالت وآمنة واهلا وسهلا فيكم بهالحلقة المميزة كثير مع الست آمنة ياسين اللي عم تعبلكم وصفات مميزة وخاصة للمغتربين بطريقتها الكثير حلوة اللي ما فيه بعد بركة اهل زمان هاي اولا تانيا كوني احنا بلشنا هالحلقة بعد الفاصل برز تايجر طبعا سكر شعبان وزيت شعبان بدي اقول مبارك لشركة شعبان للمنتج الجديد اللي صار كله ياته بالأسواق اللي هو رز شعبان برضو رز متوسط الحبة لازم تستخدموه متوفر بكل مكان وسعره ممتاز شوفوا الهون كمان محب الأصفر والأزرق احفظوه يا جماعة عشان سير تستخدموه بكل وصفاتكم طيب هلا ايش رح نعمل؟ هلا العدس استوى مناحي يعني بدو كمان شوية صغيري بدنا نضيف البصل مع زيت الزيتون حلو يا حتها حلوة بدأدوء لقماء حتى لو ما استوى بس بدأشوف انو الحامد من الرمان لانو حتى الرمان اعطاها لون حلو اه طبعا هلا بننضيف الملح بس هادو لوانش بكل ما يكافه هاتولكم كميش او الله حامد هيك لازيز ببينش انو رمان دسة أزكى من التمر هدي حلو جربي حلو العدس بدو شوية اه بدو طبعا دسة بدو يغلي تمام انا بحب احط صاحين جندي عشان احلى صاحين حاطر هاي احلى صاحين بس ادكوني راضية حبيبتي الله يرضى عليك اشوان انا حضرتك ع تكتو قلت يا رب اليوم تسرها علينا مع الست ام يا رب دارك كانوا قلولي اسحك تعصبي قال تعليم ان تكتو لا والله انك بتجمي قلت لهم فيش تعليقات اللي تضايق لي ليش داعصة طب هلا ايش التعليقات اللي بتضايق احكيلي عشان اكون انا عارفة كل يوم انت بتطبخي كل يوم انت بتتعبيش كل يوم بس ما شاء الله ما شاء الله يعطيك البركة والصحة يطلعوا يسبوا وحكيين اه بلوكات بلوكات وشكاوي وكل شي زي ما بديك طيب كل اللي بحضرونا على صفحتنا على عمان تي في اوفيشال بدي اياكم تشيروا هاي الحلقة قد ما بتقدروا على عمان تي في كمان كيتشن ام خالد الصيدة بتقولك منورة ما شاء الله عنك الله يعطيك الصحة والبركة بتسامع ويدات اهلا وسهلا فيك بتقولك يا سلام عليك وكمان عندك سهام عم بتسلم عليك كتير غادة الديسي عم بتقول ما اروحها ام حسن دمها خفيف والله يعطيها الصحة والعافية والله دمها سكر مش خفيف سكر وحنان كمان وريد عم بتقول ما حنان لقطنا حنان يا ماما ليه فضحتيني يا ماما لا يلا عادة حنوني لا عم بتقول لقطتك كيف يا حنان والله سبحان الله اول كمة ايجا تعيني عليه بس يعني بلشت اقرأ بتقول ماما ليه يا قلبي ليه يا قلبي فضحتيني بتقولك على الهواء ما هي من الصبح بتحفظ بيه قولي هيك وقلت لها والله غير اقول كل شيء طيب بقولولك ليش ما ايجا الخال معاك ما هو انتو ما خبرتوني لو خبرتوني كان ايجا الحق على مدير اعمالك السيد طارق السيد طارق بيكون ابن هلا لازم انتو خبرتو الخال مدير اعمالك قال لازم ما بتيجي الا هو محا تكلم خالك يا طارق خليجي طيب احمد ياسر كمان بيسير الله يعطيك الصحة والعافية ونور عم تحضرك كمان من السعودية ولك تي ام سرحان القريوتي عم بتسلم عليك وايمن اخريسات عم بيسلم عليك ايمن حبيب قلبي اه طبعا هايو عم بيسلم عليك وجهلك تحية وام علي كمان حلت البركة عبهارو نرأى والله حلتنا البركة فيك يعني انا مبسوطة فهو تتصوري طيب نخلي العدسات على النار وننتقل على الجاج اللي بطريقتك شو رأيك ناخد ما اديره اول اشي لا الدجاج بالمقلاي راح نحتاج لسدرجاج طبعا من العز عنا بابريكا عنا هيل زنجبيل وفلفل اسود وصويا السوس وزيت زيتون واخيرا ملح طيب احكي لنا عن هالجاجات احنا اليوم مستخدمين صدر الجاج طبعا من العز بدياكم تروحوا على واحدة بين فروع جاج العز القريبة عليكم اللي هم اكتر من 100 فرع حول المملكة كلياتكم تقدر تشتروا شو ما بدكم جاج مقطع مسحب بعضم شيش طوء متبل اللي بدكم اياه او بتطلبوا عن طريق الابليكيشن او عن طريق طلبات اضافة لهذا الكلام بدي ارجع اذكركم يوم الاحد راح اكون انا وياكم بافتراء افتتاح الفرع الجديد بخلدة ان شاء الله فرح احط لكم كل التفاصيل لحتى تلاقوني هناك تتدوقوا ان شاء الله رحكون كتير اشياء زاكي رح تاكلوها هناك في جاج العز بدأشبك هناك خالطه يلا قوليلي بدنا ملح احلى ملح هلا جبولنا ملح انتي حضرته من الاشياء اللي هي بتيجي من مرة لا ما حطينا هدول اه لا والله في ملحة اي ملح اي ملح اي ملح هاتي نحطيلك بالصحين احلى ملح حاضر يلا اوكي بسم الله خالطو انتي عندك كناين صح عندي كنة واحدة تطبخ ولا لا شطورة شطورة ايه تخيلي هلا يقولوا بناتها مش شطورين وكنتها شاطر والله كنتي بتحاول بناتي مش دايما بحاولوا والله انك حماكة كوتر طبيعي طبع ايش حطيتي قولي لنا حطينا بابريكا وهيل حطينا فلفل اسود نحط كمان شوي حلو هذا شو اسمه زنجبيل زنجبيل تمام نحط سويسوس حطينا ملح طبعا طب هلا طورتي على الاكل التقليدي تبعنا اكيد شوفي صفحتي انت طب قولينا للناس اللي بحضروك وما عندهم صفحتك او ما عندهم تيك توك ايش طورتي على الاكل التقليدي طورت علينا كهاتي جديدة انا بعمل مثلا تشاينيز بعمل ماكرونا بالخضار بعمل تشاينيز فود بعمل كثير شغلات يعني انا مش حافظة قدمانا ما شاء الله موسوعة اه يعني الهلا لو تشوفي صفحتي بتلاقيها كتاب كامل متكامل طب ولادك بحبوا ياكلوا برا البيت بحبوا طبعا ياكلوا برا البيت بياكلوش من اكلاتي كل بقية لا باكلوا من اكلاتي بس برضو الانسان بمل صح بحب التغيير نعم بحب التغيير صح حتا انا حتا انا بحب التغيير بيزهق الانسان يعني كل يوم نفس الاشي اكل بالبيت لا مرات بدم برا طب بصير نحكي عن بساطة ستاتنا ومهاتنا تعوين زمان والاكل اللي مربوط في الحنين لكل اشي مزبوط فبحب توصليها للصبايا لان هون يعتقدون كل ما فزلكنا بالاكل كل ما ضفنا بهارات كل ما ضيفنا اشياء كل ما اعملنا هذا هو الصح وانا رأيي دايما انا بظل اقول انا بحاول اني اظل محافظة على اكل امهاتنا وستاتنا ايش رأيك؟ بدنا نضيف شوية زيت اول خلينا نركض حبيت اني حبيت بحكي مع حالي ركضي لا 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 انا بحكي لك امهاتنا كانوا صبورات عندهم صبر خالته مش زي اليوم اليوم الدنيا كلها تغيرت كل شي تغير حتى رجال تغيروا مع عملتهم مع ستاتهم فش عندهم طول تروح اصدقى عن شباب هلأ منحكي؟ شباب هلأ ها عن شباب هلأ والنسوان هلأ مش بس انا بحط اللوم على الشو السمو طب كونك انت عندك بنات متزوجين وعندك اولاد متزوجين بتشوفي انت من حكمتك وعمرك اللوم اكتر على جيل الصبايا واللي على جيل الشباب؟ والله على الجهتين من اي جانب؟ من اي جانب بقولك ما عندهم صبر يعني الوحدي جوزة بقولها كلمة بتسكت بتكبر الموضوع ما بتطنيش بتسلكش اي اشي بدها تدقر على كل شي صعب صعب؟ صعب، الزلام بعدين مش سهلين صعب؟ الزلام يعني زي الجمل فيهم عندهم حقد اذا حقد على الوحدي انا دايما بقول لبناتي والله انت صدقتي بالتشبيه مع اكترماتي للكل هو بيخزن بقوله بيحقل بولدش عرفتي كيف؟ اذا حقد عليك بيود الوحدي في داعي خالتوا انت موش عماجتها الصحة لا لا بدها تساير حياتها مشان تعيش مشان تعيش مشان ولادها مشان المجتمع مشان نفسها هي حلو عرفتي ضيفنا عصير ليمون حقيبتي اه وزيت زيتون بسموكي الفراشة؟ مين بسميني الفراشة؟ هاي ليان عم بتقولي الفراشة الحلوة اليوم عم تطبخ لنا عبيبة قلبي ليان اول مرة باسمع الاسمك لبناء لبناء لشبول جبور لشبول لا ما مرة عليها اسمها حبيبتي طيب نورة بتقولك الله يبارك فيك خالتوا بنورة على الشاشة الله يبارك فيكم جميع عم بقولولي ابنك طارق صوته كتير حلو بيغني نعم يعني عندكم مواهب طبخ ومواهب هنا ومواهب كل شيء كل شيء احنا متعددين المواهب طيب ها هلأ بنرجع الموضوع طارق بس كونه هو مدير اعمالك كمليلنا هلأ عن الصبايا وعن الرجال قلت انتي شبهتيهم بطريقة كتير حلوة انه هو زي جمل بحمل بحط بقلبه حقوت بيجيهم بيطلحهم كلهم عليك انا دائما هاد رأييه الصراحة بس بنفس الوقت الرجال أطيب من النسوان قلبهم أطيب وأنظف بتسامحوا أول مرة تاني رابع مرة ترى تطلع له كل شيء ايوه كل السلافة لا هم طيبين إزلام إجمالا يعني ام معاذ من قربت بتسلم عليك كتير بتقول لي سلميلي عليها السلام خاص جدا جوليا كمان عم بتسلم عليك خالد كمان دخل بقولنا انه طارق صوته كتير حلو يليت هلأ بنخلي طارقي غنينا بس عادي الجاج اللي عملتيه رغم بساطة الأمور انه قدي الجاج طلع لونه حلو منظره حلو حلو تشوفيه بس يستو طلعوا ما شاء الله ما اجملو عديلنا خالته للناس اللي نضمط لنا هلأ على عمان تيفي ايش حطيتي على الجاج طيب عشان خالته بدي عيدلك بس ايش يالا عديني انا معي كل مدكية عن اللزوم بدنا ننزل العجينة يالا هنميم كل اشي من جنبك وارتبلك المكان والله يسلميك طيب حطيتي العجينة اللي انت اللي ارجع يقولينا كيف عجنتيها عجينة بدون خميري مية وطحين وشوية ملح تمام حلو هاي اخدنا كل شي هون عشان هلا بتسقطيهم مرة واحدة ولا على فترات هاي وهيك شوية شوية وبنحرك تمام تمام عطيتنا نصيحة وانت عم بتحركي لاء الشباب ونصيحة لاء الصبايا بدي انصحوا من خبرتك في هالحيا ما تخربوا بيت حالكم عندكم ولاد اذا كان فيه ولاد ما تضيعوش لولاد ديروا بالكم على حياتكم الدنيا يعني فيه بكفي الامراض انا دايما بقولهم بكفي هالكورونا اللي اجت كمان داقين في بعضه مشاكل وطوش ما فيه داعي صح؟ ولا لا صح ميم المية صح؟ ودايما بقولهم انتو شباب عيشوا حياتكم اطلعوا شموا الهوى سافروا عيشوا تفسحوا ما تقولوش بس تتقاتلوا مع بعض لانو بس تصيروا في عمرنا لو ايش ما تسوي ما عادي ما بفريك صح؟ طب كيف محافظة عروحك الحلوى روحي حلوى وعطاقتك الإيجابية بحب انا الحياة بحب دائما اتفائل في الله الحمد لله ربنا ما بضيع حدا الحمد لله صح فضغطي طبعا قدي بعد ما تحطي العجين بيحتاج وقت؟ قدي يغليله شوية يعني هلا يمكن خمس دقايق مش اكتر لا لا وامتى بتحط التوم والكز بلا هلا بس شوية بدنا نحطهم ع النار خلي هاي طب فيه سؤال قرأته وحب اسألك يا هلا تعتقدي انو الرمان بيقلل من سوى العدس؟ لا ابدا ماهو الرمان بالاخر بتحطو لما يقرب يستوي العدس اه فبالتالي ما بيقل من سوى اه لا لا اسمعي انا لايث اليوم مخرجنعة متغلب بيني وبينك انا وياكي متحرق متغلب اه مش عارف ياخد ولا كميرو عشان انا اول مرة عرفتوا لا انتي بتجنيني والله ان شاء الله دايما تكوني ضيفة ببهار ونار حبيب طب ايش راح نعمل هلا بالجاج هلا الجاج خليناه منقوع شوية طيب بدي تشغلولي بس الغاز نقلب الثومي انا شغلتلك يا ما شغلتلك يا وبيدي احكي لكم خبر كتير حلو على سيرة الغاز بس انا الغاز الفرن كل الاجهزة الكهربائية اللي تشوفيني باستخدامها ببهار ونار هي من سيلبر لاين اللي هوني وكلاءهم عياد بدي اياكم تروحوا من يوم السبت ان شاء الله لاتمالشوا تاخدوا كل هدول الاجهزة الكتير حلوين بمهرجان اسعار اللي عمليو لكم اياه مخصوص والسبت هاد راح تكون حلقة مميزة لان راح يهدوكم ثلاث اشياء كهربائية مميزة بحلقة ببهار ونار ليوم السبت طيب هلا ايش راح نعمل بدنا نقلل التوم والكزبرة وبدنا نخلي شوية كزبرة لزينة بس لزينة والله بتعفي الاشياء عبسطتها احلى ايام هيك لما نعمل وصفات ومعقدها ونزينها كتير بتروح القصة صحي طيب هلا حطيتي بس زيت زيتون او زيت شوية حطيتي شوي لانو مش لانو غشينها مجمع لا لا مش مكفيات لا معلش عادي انا الناس ازيك هيك بحبهم اروحهم حلوة بحبهم بحب اكل منهم يعني حبيبتي من اول ما ايجات دافية من اول ما ايجات شو عملت بس بالله عليك ما بنحب انا بالله عليك انت خفيف الدم راحكي لك شغلة هيك روحك حلوة وانسانة راقية انا بحب الناس الراقية حبيبتي الخليين بحبش الناس اللي هيك اول ما الحمدلله حكت عنو ايجي منيح يعني حبيبتي تستيمي انا والاتني حبيتك بروح كمان الحمدلله رب العالمين طيب خلينا نروح لفاصل صغير انا وياكي وبعد الفاصل بتكرملي لهم هالوصفات الحلو والكرام الحلو اللي نازل منك بثل العسن بعد الفاصل نكمل واهلا وسهلا فيكم من جديد بها الحلقة المميزة مع الست امن ياسين احدا مشاهيرة التك توك فيه مجال الاكل اللي كتير طيب ببركة إيديها بدي إياكم تفوتوا على صفحتنا على عمان تي في أوفشال بحب كتير إنكم تشيروا هالحلقة لحتى توصل لكل مكان وفكرة خالته آمنة توصل كمان لكل مكان إيش عملنا هلأ هلأ منستنى العجيب مشان يستوي تمام وبهرنا دجاج من أول ركبنا يما الدجاج شكلهم بشه شايفي هاي طريقة سهلة حلوة طب هلأ هاي بدأدميها جنب إيش مثلا طبختي مسخن بتكيشتسوا القيجاج وتعملي فوضى تعملي زي هيك وتعملي الخبز مع البصر والله حبيت طبختي رز مبهر حلو تعملي زي هيك وتحطها على وجه فريكة مفلفلة حلو تعملي هيك مشان تختصري وقت وجهد حلو عرفتين حلو هلأ أنت بالذات بتحبي تطبخي أكلات للمغتربين عشاء تكون سهلة وبسيطة أو بشكل عام بتعطي أفكار لكل حد يحضرها بشكل عام بشكل عام حلو أكل سهل وأكل صعب كمان طب حلو أكتر أكل بتتميزي فيها وبيحبوها كل الناس يجي أكلوها عندك كل شي بحبو عندي الناس المنصف أها بعمل الفتة الغزاوية هي حرام كانت اليوم حابة كتير تعملنا الفتة الغزاوية بلتلك أعملكم فتة بس اتفقنا إنهم بدها كتير شغول وأنا كنت حابة كتير أستمرها غلب بننزل التومي خالتي على الزيت تمام مشان نرد نضيفها على الزيت حطتي كمية فيها بركة أه طبعا شو سر البركة بأيدي الأمهاتنا؟ والله أنا حتى والدتي الله يرحمة كنت إذا بأكل من إيدها سلطة والله العظيم إنه يعني لليوم بحبش أكل سلطة صح بأنه خلص بعد رح تعمتها منها سلطة بس خلص فشو هي وين الفكرة؟ لأنها بتطبخ بحب لأنها اللي عم تطبخ لأولادها بدأ يوم تكونوا مبسوطين في الطبخة هرفت ليه؟ هلأ أنا لو حدا يجي ساعبني في الطبخ بقوله أطبخ بحب ما تطبخ هيك من قفا إيدك هرفت كيف؟ بس هاي الفكرة صحيح وبرضو برجع معدلكم هي هو الأكل دايما مربوط بحنين الأولاد لأمهم فسبحان الله الواحد حتى لو كان أكل والدته مش طيب شو بكون أقول لك؟ أزكى إشي أزكى إشي أكل أمي أزكى أبسر شو أمي بتعمله أزكى أبسر فأنا دايما ما ضل أقوله من محبتي يعني للمحبة الشخص لوالدته هو بحب الأكل بهاي الطريقة أكيد أكيد طيب حسن بحب أكلك أكتر ولا أكل مرته أكتر؟ أكلي حتى مرته هاي شايفتني هلا بتكون أه إيش تقولينها؟ بيتموت على أكلي أه بتيجي يعني بتقول لي إيش هادا خالتي؟ إيش أوصف؟ بقول لها أقعد يوكري كيفي يلا أه وبس تيجي تروح بقولها أخذي معاكي مشان إنتي بالليل بتحبي توكلي شغلات يا الله شو حبيتك بهاي القصة هاي يعني هاي هي البركة اللي بنحكي عنها مش بس بالطبخة وبتروحي معاها الأكلة هاي هاي حنية الأم هاي بركة الأمهات كلياتها وبحب كلياتكم وعم جد لكم تعملوا هاي القصة أنا بحاول أعملها نفسا أنا كانت والدتي تعملها أه أي حدا بيجي عندي ياكل وهو طالد ياخد الأكل أيوة ما تخلوش أكل بالليل وأنا بخليوش تخليوش عطول مية والمية نعم هلا خالته تحمرة الثوم شايفة؟ تمام نضيف إلى الكزبر هات يما الريحة لو أحكي لكم عن الريحة الريحة لحالها قصة مان تيفي أوفيشلوا على مان تيفي كيتشين لا تنسوا تشيروا هالحلقة ما بتقدروا براءة عم بتقول أطيب وألز وأشطر طباخة بعد تيك توك كله أم حسن بس أنا مش طباخة وتحية من أم عماد بتقولنا أنا مش طباخة أنا هاوي يعني عندي هواية حلو عرفتي ما بصير آجي أنا أقول طباخة وأنا مش دارسة طبخة حلو من كتير مونة كانت بتقول أمي لو طبخت مية بتطلع مميزة صح والله يرحمها لوالدتك صح صدقتي يعني إحنا حكينا إيش الفكرة نادية عم بتوجه لك كمان تحية وبتقول نفس الإشي أمي إلها نفس رائع جدا على الأكل ما هي هاي الفكرة وهذا اللي كانت بتوصله الست أمن للكل إنه بركة أكل أمهاتنا ما في غينة عنها شيف إمتيازة وسمحت يدو لي بدو ملح خالته شوفيه روحي شحي بدو ملح ولا بدو ولا إشي ولا إشي هذا قبل ما تحط الطيوم والكزبرة عن جد بشحي هلا وطعم الرمان مستحيل أعرف إنه رمان كأني حاطة هسه موسم الرمان شو بتعملي إنتي وستات البيوت يجيبوا الرمان الحامض بتعصروه بتخبوه بالفريزر لما ينتهي الموسم تستعملوه طول السنة حلو يلا صفاء بتسلم عليكي بتقول لي أمانة أمانة يا شيف إمتيازة تسلمي عليها مني ومن ماما وقولي لها إنه إحنا بنحبك كتير وعم نحضرك الله يسلم عمرها آه صفاء دائما معاي ريم كمان بتقول بدنا صفاء مروع طلعنا صفحة خالته على إنستجرام هلأ بنقلك إياها طارئ عشان حطها كمان على الشاشة لكل حدا بحب يحضرها زي ما قالت لكم بالضبط الفكرة بصفحتها إنه عم تعطيكم الأكل بطريقة كتير بسيطة وكتير سهلة وكمان بطريقة أمهاتكم فهذا اللي يعني هذا الأكل تباح مميز بهاي الطريقة آه خالته أم حسن الرائعة من معاد القحطاني أهلا وسهلا نورة أهلا وسهلا فيكي وحطت كمان صفحتك كمان أمني كيتشين على تيك توك اسم الصفحة تبعتها لأخال توم حسن شكرا كلهم هاي هم بلشوا يشاركوا صفحاتك وإحنا كمان هلا رح نحطهم على الشاشة لكل حدا حاب يتابعك ويحضرك على إنستجرام أو على التيك توك بدنا نخليه غلي شوي عشان التومي والكزبرة تعطي طعم شوي طيب عبل ما تغليلها شوي بدنا نقلب الجاجات بعد شوي برضو خليو طيب أنا لعد خلينا نقيم لك هذا الصحن ونعطيهم الوصفة الصلطة أنا كتير بحبها يمن أكتر صفحاتك هاي بتفتح بنفسك كتير زاكية جبنا لك عين جرادة ولا ما جبنا بزاكة أنا جبت جبتي والله أنك أشطر مني عدا الصبح كنت متزكة لك خلينا نأخذ مؤاديرها ونرجع نحضرها مع قلتهم حسن لا صلطة الغزوية رح نحتاج طبعا توم فلفل أخضر بندورة عصير ليمون عين جرادة مطحونة وزيت زيتون وملح يكت حضرين لنا الصلاة الغزاوية نعم أنا بحبها وما يميزها هي عين جرادة نعم صح لأ زمان كانوا يدقوها بالهاون نعم ويأكلوا هيكا يدقوا البصلات أنت كمان تحطي بصل وما تحطي بحط بصل أنا بحط لأني بحبش التوم أنا هلأ في بصلة؟ ها هاتي لنا بصلة هاي أحلى بصلة وإيش كمان قوليلي وتومي أنا بحط الشتومي أبدا بس بحط بصل طيب هاي البصلة زمان كنت أوقف ذكرتني والله الله يخليلك أولادك وإن شاء الله بتضليلهم يا ربي العمر كله ويضلي مهدي بالكم بالصحة والخير زمان كنت أوقف على إيد أمي زي هيك ضلها تقولي نونيني هاي أعمليلي هاي أقليلي هاي سويلي هاي حطي بالصحة بعدين أنا شو أطفش؟ ها أقولها خلاص زحقتيني أنا بدي أضل أشتر لكل إشي طبعا الصغير جاي بولادك التانيني شو ما أصير أقولها؟ ساعدوني مية بالمية فهلأ ذكرتيني تقوليلي جبيني بصلة جبيني توم نفس القصة هاي بتعملي بولادك نفس الأشي؟ أكيد إنو جيبولي وودولي لأ جاء؟ أنا بحبش حدا يمسك طبيخي تحكي جاء؟ أبدا اوه معلمي خلتم معلمي طيب أحطي لكيها هون؟ اه بعم هاي حطينا لكيها محضرة الطعام الزغنوطة اللي من سيلفر لاين يا جماعة هاي الفلفل حطينا كمام فيه كمية معينة للناس اللي بتعملها في البيت؟ ولا كمية معينة ولا إشي قد ما بدكم تعملوا صحين صغير كبير قد ما بدكم يعني كمية وعين الجرادة وبدنا التومي هلا طيب جبوا لنا صباية التوم على الماء ضبضة بكل هذا الحكي هلأ عين جرادة انتي حطيها مطحون اه وزمان زي ما قلتلك كانوا يدقوها بالهاون كلها مية بالمية بس أنا عشان السرعة خالتي بعملها بالبلندر طيب احكي لي بفرق بطعم البلندر عن طعم الهاون؟ ولا بفرق اشي ليش تضحكوا علينا كل مرة دقوها بالهاون وليما بتطلع الزاكية بدهم هيك الشباب يعني؟ أنا والله بشوف كل حدا بيعملها بدقوها بالهاون كل حدا لا ترديش عليهم اه اي لا خلاص هيا أنا بعمل زي قصة خالته والله سريع خفيف ورس هيا هيا شوي هلا بس يجيبوا التوم microphone Esther منككملللك الوصف اعطينا بس الجاة يا روحي أحلى جاة othingче ياللي بدنا منحط فيه اتفاضلي لا للرجاجة قل blinkتك له اي جاءت كيف حاولي وليه اي ايه أقولى لك يا ريااء كنت اطلع الهواء ووالله انا كتير بأقولك بحب كتير كتير بحبك أنت رتستغل با Religواни الوقت مع الناس يعني اللي متل حضرتك والله كتير بحس هيك الواحد بطلع بقعدة فيها يعني فيها معلومات وفيها ثقافة وفيها ضحك وفيها كذا والله حلوة هاي الروح فأنا مثلا بزمناتي كنت أطلع أحكي والله بابا قال لي عادي لغة عادي أحكي لو والله كنت عن بابا بابا قال لي مثلا كذا كذا بابا عمل كذا كذا يصيروا الناس شو يبعتوا لي من وين حضرتك؟ ايش بابا؟ من وين جاي انتي ومابا؟ لا بابا عادي بابا وماما والله العظيم سرت أحكي أبوي اوكي أبوي مبارح كنت قاعدة أنا وياه كمثال على السوشان ميدي أنا بحكي باك ساري بحثتوا لي ليش من وين حضرتك بتحكي أبوي؟ ايه بعدين معهم قولينهم وهيك راضية ايه فخلص قلت خلص هي عدت سهل مرة أبوي ومرة بابا اللي بطلع صحيح صحيح فلا احكي بالطريقة اللي بتعجبك وأنا أعتقد الإنسان كل ما كان على طبيعته كل ما وصل لقلوب الناس أكتر أنا التصنع ما بحبه مية بالمية مية بالمية صدقوني إذا ما جبتلها توم لخالتو والله اليوم راضح رح تطردني من البرنامج جي وتوم تعرف أنت معلومة كمان؟ ايش كانوا جابين بندورة ما عجبتني خليتي بشتروا غيرها برابا عليك يعني خلو مروح بشتروا غيرها عادي صح ايوان ايسلم ايديك هاي هون عشان فيه كمان صحن بتحب نسكبه فيه يعني لا هذك بنعطيهم سفري للصحن الثاني أنا ليفون ملك اللي بحب ياكل بالطنجرة خلي يعني عن جد كل مرة بنطبخ على الهواء لازم ياكل من الطنجرة خلي يسعدني لنا قلب هالا المتقلقة اللي بتجنن ام حسن شكرا غزل أميرة عم بتقول سلام خاص من غزل لإلك حبيبتي شكرا سلامات كثيرة والله اسمنا الكومنتات كثيرة إن شاء الله كلها بتقدر تقرأها شو رأيك الزيني ان انتي الصحن على كيفي زيني انتي بعدين شو شو حكي لنا حكي لنا سين البصلات المقربشات هلأ كل الصبايا والستات رح يسألوكي عنه هذا عملته بزيت زيتون قليته وشلته بدون ما ضفتي ولا إشي على البصل ملح ملح قبل ولا خلال الألي خلال الألي حلو شوفوا ما شاء الله قدم أرمش وخالته انتي اللي بتقطعي وانتي اللي بتعملي كل إشي اه أنا بقطع بس عندي بنت برضو بتساعدني اه فهي بتساعدك بالطاعة لان اسم الله مقطعته كتير رقيق طيب أنا شو أخبر جاجاتك الدجاجات أخبر جاجاتي والله أنا مبسوطة أن اليوم رح أأكل من تحت إيديكي والله نعم لو طلبت لك بس إشي يعني خالته مالو خالت الأكل كام سونا لك إشي يعني محرز والله اسم الله قالت لي بدي أعمل إدري قلت لها والله العظيم كتير عملت بس والله هذا الأكل كتير زاكي هلا لو بسمعوني الشباب الشباب بدهم لحمة أنا عارف أنا حاسة فيكم هنال أصلا الشباب بدهم لحمة قطعت نصيب على الشباب خالص ماشيني إياها خالتو ماشيني ديشة ماشيني إياها المرة الجاية يصدقني لأخلي هتسويلكم لحوب طب إنت بدك تجي الحلقة الجاي والله والله إلا أخلك يطمخي منسف بدك منسف إليش بحبه أمي بطلب الشباب بدكم منسف أحكو لا بدكم منسف أولو أما هلاك مظلومين هذول الشباب قدري 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 والله العظيم حسن قال لي ماما لازم تعملي قدري والذوقي هم إياها تبعتي طيب اسمع في عندي حلقة رح تنبث إن شاء الله من فلسطين الخليل الأسبوع الجاي رح نعمل فيها القدري على طريقة الخليل وصورتها أنا هناك رح تدقها طب هم مشوا استفادوا عملتها في الخليل هذول الشباب اللي هون هون سألني مرجيتك ملعب صبر جميلة ومالله المستعد صبر جميلا أنا بعمل من مرجيهم القدري اللي عملناها بالخليل مش أنا اللي عملتها طبعا جبنا رحنا على فرن قديم بالخليل أقدم فرن بالخليل وانتي بتعني الإدراع طريقته طيب خلص انتفقنا؟ انتفقنا خلص مرتبة على هذا الأساس خلينا بس نزينها هاي الأكلات للستات هي مش قابلة تكمل الصلاطة الغزوية إلا لما تيجي التومة لا طبعا هاينا نطلع فاصل صغير عشان نجيب التومة ونكمل صلاطتنا لأ خالته ام حسن خالته حبيبتي حبيبة قلبي هاي صحنك صار جاهز اللي بيجنن طالع سلامو ايديكي حبيبتي بس لا أول مرة لازم اعترف اعتراف على الهواء نحكي صدقيني انتي بتجنيني وأموري وكانت كنت كل شيء بس أدريش خايفي منك مش عار الهيبي الهيبي بالالله بقولها أهم شيء راضي عن تزيين الصحن أنا تلقاحل وماشي حار عن جد انتي يعني ستلم عبدالات حبيبتي تسلميني جال خايفي منك هي زي ما انتي حكيتي هيبي خلص من ربي العالمي هي كنتي لما بتيجي بتقولي أنا خالتو بتلبك لما كنتي جنبي بقولها أنا بخوف بحبش تقولي هيك بازعل بقولها لا أنا بدياك تكوني ريلاكس تما أنا كنت يعني إيش ما خبصتي بازعل إيش بالعكس خربتي إشي كبير بس أنتي لأنك بتحكي إذا ما عجبك الإشي بتحكي فالواحد بخاف إيش رح تحكي حبيبتي يلا طيب هلأ إيش بدك هلأ حطينا كمان توم صح نلتحنهم هذول طيب فلفل توم وبصل وعينجرادة وملئ بس عن إذنك نأخذ شوية بندورة معهم يلا نناش ندق الكمية كلها هلأ إذا الناس بتحب يعملوها بالهاون بصير البندورة معها تمام هيك إحنا مننسا ويلا يا الله هاي نخلط خن هذه حتها مع عينجرادة مميزة جدا بس أنا منضيف كمان شوية عينجرادة يلا حطينا نجع نخلط هون أوكي هون طب أنا عشان أتعلمها منك أنا الصراحة كنت بكلها من صديقة لإلي من غزة فكنت كتير أحبها هاي أكلة بتفتح النفس عم جد هلأ ما في داعي أحط العينجرادة الحب خلص المطحون هوني جي بيها ليش حاب غلبة ما كانوا يضحكوا علي هيك يقولول إذا ما بتجي بيها إمتياز زي ما هي مزدن حطينا زيت يا ماما أوكي لا تضيش عليهم حاتي فاضي ما نخلص لأسير أتابعك نحط عصير ليمون الله نحطيش ذوقيها إذا بدأ مليح ما حطيناش ملح سع هاي بدها خبز يا خاطر هاي بدها هيك هاي بدها مليح أنا ما بدهوق الأكل لأنه لا بدهاش مليح لأنه إيش الحراء أسبوع اللي عملتي مضبوط مية بالمية لا ما حطينا هون ملح أبدا؟ لا دوقيها بس هيك على راس الشواء هيك هاي و هيك شويان بدها شوي مليح هاي أنا بحب شوي مالح حط يعني ومش حرة كتير عفكرة لا لأنه هلأ الفلفل اللي هلأ لصاته مش حار شوي طيب بس هيك بحطوا عوجها شوي زيتون هاي و بسماء يوميش محب هاي السلاطة والله يا الله هاي جنب المشاوي خالته كتير زاكية بتشحي بتشحي جنب السمك إيش بتحبي أكلات من غزة كمان أنا أولاد أختي كلهم من غزة آه عرفتي بعرف عنهم كثير وعن طبخهم السمك عندهم زاكية سلطاتهم زاكية آه الفتة الغزاوية هاي كتير زاكية عشان هيك أنت كنت يحب تعمليها آه كنت حابة أعملها مشان الشباب فتة على لحمة وفتة على جاج حلو كثير أكل يعني بعرف أو أكلهم إلو نكهة مميزة بسيطة لذيذة لأنه نفسهم طيبة آه مية بالمية ولكن لذيذة فأنا هاي السلطة أكلتها من إيد زميلي لإيلي كانت من غزة آه وكنت كتير أحبها الجاج إيش صار معانا فيه؟ الجاج بده شوية وقت تماما هاي شوفي بلة شوية الميزة في هاي الطريقة إنه بدون سلك كيفة آه وبستوي معاكي وبتحمر ولا بدكش فرن أنا هاي الطريقة عشان الشباب المغتربين مرات كانوا قلولي ما عنا فرن طب وإذا بدهم يحطوها الصبايا بالفرن بزبط بقدروا يحطوها حطوا لها سلوفان تستوي بس ويحطوها بالفرن أيوا مية بالمية طيب عبل ما يستوي جاجاتنا الحلوين هاي السلطة صارت جاهزة أنا كتير حابة تحكي لنا عنك شوي إيش بيميزك إنتي؟ يعني بساطتك أكيد موصلتك ضحكتك الحلوة كلامك الحلوة بس أنا بدي أسمع منك إنتي إيش بيميزك؟ بشكل عام مناش نحكي بس عن السوشال ميديا بيميزني؟ كأم كحدة بطبخ كحدة على السوشال ميديا إيش بتحسي؟ بس هذا السؤال لازم سألتيه مش لغيلي لغيري لغيري لا مصيرش أنا أجي أحكي عن نفسي لغيري لغيري لا شو بتقولوا عني محسن مثلا؟ ما هني هلأ أسملنا الكومنتات لو تقرأيها طويلة كتيرة وهني بيحكوا عنك وبيمدحوا فيكي هم بيحبوني ليش؟ لأنه أنا بحقدش أحدها صراحة طيب هاي صفة حلوة وإذا زعلت من حدا شايفين؟ ما بحقد عليه ولا إنه بس إيش فيه طبعا مش منيح خلص زعلت من حدا بابعد حلو ما بحط هون في جوه قلبي عليه بس إنه بحبش أكلمه حلو بابعد عنه يعني بس إيش لو شفته بسلم كل شي عادي يالله خالته بس هون قلبي بحبش أحقد على بريادة هاي 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 طيبة أمهاتنا والله العظم نعم بتمنى لهم الخير حتى لو زعلاني منهم عادي حلو طيب بكل سيدات اللي عم تحضرك أكيد في أكتير كبير من سيدات عم تحضرك بتكون قاعدة بالبيت زهقاني الولاد زهقاني الطبيخو زهقاني الجوزهو زهقاني الحياة بالله يوجهي لتحيي لقلهم لأنه أنا بحكي لهم استمتعوا مع أولادكم هم صغار كل ما كبروا الأولاد بيتبطلوا أنتوا يعني فاضين أو الأولاد فاضين إيه قعدوا معاكم لما بتجوز الأولاد بصير عندهم حياة ثانية صح فبقول للأمهات اللي زيك الصغار إلعبوا مع أولادكم استمتعوا معهم اطلعوا شموا الهوى روحوا تعالوا حتى أنتوا وجيزانكم أنتوا شباب عرفتي؟ هلأ أنت الإشي اللي بتستمتع فيه بعمرك زي لما تصير مثلا خمسين لا طبعا لا الصحة بتعطيك نفس الشي ولا الطاقة تعطيك نفس الشي فأنا حتى لأمرت ابني دائما بقول لها روحوا وشموا الهوى اطلعوا تعوا خذي أولادك عند أهلك روحوا والله أي فرصة بصحي لكم روحوا وشموا الهوى حلو حلو طب خالتوا أنت تخيلوا أنوا خلصت الحلقة هاها خلصت؟ والله خلصت الحمد لله رب العالمين ليش؟ أشهد أن لا إلا الله كنا منح سمهم أحلانة انتوا منح أنا قلت شعاطي طيب بس بنا نقدم لهم الجاج اللي أنت حضرتيه هاها وبدي أتشكر كل حدا حضرنا اليوم بضمن هذه الحلقة الكثير حلوة مع الستقام نياسين بحب أنكم تحضرواها نحضرها موجودة على صفحتنا على عمان تيفي أوفيشال أو عمان تيفي كيتشن يحضروها وقت ما بدكم وبرضو عنا يوم السبت حلقة كثير مميزة وبدي أرجع أذكركم تشوفوني بفاملس باسكت يوم السبت الساعة الستة بفرع ضابوق عند إشارة المراصفات والمقييس بديك تقول لهم إشي قبل ما نختم؟ بدي أقول لهم إنه الجاج بدو شوي طيب بس تنشف المي بصير يتكرمل تحته آه حلوة وهي إنك هالطيبة اللي بدي إياها بدي كوم الطاولة روحكم تسكبوه بعد ما أنامش طيب أكيد راحض روحنا طويلة بس أنا بدي إياكي توجه لهم تحية وتودعيهم بوجه لكم تحية كل الشباب اللي معانا اليوم إن شاء الله المرة الجاي بدنا نسوي لكم أكل محرزة اللي ينبسطوا فيها الشباب لأنه بهموني جي للشباب أنا يكونوا مبسوطين وصعداء إن شاء الله وسلم إديكي مرة تانية شكرا لكم جميعاً وبدأ أوجه تحية لمتابعيني في التيك توك كلهم ولأولادي لحنوني وحسن والدكتورة ومية وطارق حبيب قلبي اللي مغلبتوا معي من الصبح ولخواتي وللكل ولزوزو ولحنان وبي باي لجميع حبيبي لقلبي موصوطة فيكي مرة تانية ونشفك أكيد بلقاء تاني قريباً ونشفكم بساك باي 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 باي